الحركة الإسلامية أخواننا هي هم كيزان سودانين أو أخوان مسلمين سودانين طبعا الأخوان المسلمين أسس حسن البنة 1928 وقبل أن يؤسس هذه الجماعة حسن البنة ذاته كخلفية عنه كان صوفي كان أستاذ في محلة يسيمة دامانهور في مصر وبقى صوفي شاذلي وبقى تاني صوفي تبع الطريقة الحصافية وكان يزور القبور ويمشي الموالد والبدع والضلالات ولما وصل مرحلة من المراحل ورأى أن الأمة مفرقة وكذا قال نجمع الأمة فقام أسس جمعية الإخوان الحصافية ثم بدلها 1928 إلى جماعة الإخوان المسلمين بعد ذلك الإخوان المسلمين انشقوا منا ناس انشقوا منا ناس حزب التحرير يوسف النبهاني ومرقت منا جماعة التكفير والهجرة ناس شكري مصطفى ومرق منهم محمد سروري بن نايف زينا العبدين وغيرهم وغيرهم من الأخوان المسلمين مرق منهم من السودان جونس السودان ناس صادق عبد الله عبد الماجد وجعفر شيخ دريس وحسن عبد الله الترابي وغيرهم وكانوا طلبوا وجابوا فكرة لأخوان المسلمين في السودان وانتشروا وسط الطلاب في ذلك الزمن ودعوا إلى السلطة أولا وهذا هو فكرة لأخوان المسلمين أنه يقوم أولا على الحاكمية ثانيا يقوم على تجميع وتكتيل الناس يقول لك أننا ما دارين كلام فيه ناس كلنا واحد كلنا واحد شيعة سنة كل واحد كده الترابي قال أنا لا فرق عندي بين سني وشيعي ورسمي وشعبي ومسلم ومسيحي صادق قال دل كلهم واحد ودعا إلى الديانة الإبراهيمية التي طبل لها تلميذة وحسن مكي يدعو فيها إلى جمع القرآن والإنجيل والتوراة والزبور في مجلد وغلاف واحد ويسموه الكتاب الإبراهيمي ويعمل لهم بلندة كده كبيرة يسموه المعبد الإبراهيمي أو حاجة كده الإبراهيمية حاجة كده كبيرة المسلم يجي يقوم شنو يقوم يصلي الصلاة يجي النصراني داك يقوم يعمل المسلس بتاعه يجي اليهودي يخطها قدته ويقع دقرة كده يجي الهندوسي برضو يعبد الجقر بتاعه وهكذا كله قال دي كل ملة إبراهيمية واحدة وده كفر بالله ربنا قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين والنبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يسمع به من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت وهو لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار فالحركة الإسلامية مرك بها التراب من جماعة الإخوان المسلمين في السودان التراب شاف إنه موضوع الإخوان المسلمين دا زاته طويل شو أزول دا شفقان كيف زاته فيمتى؟ قال كونه زات الأخوان والأخوان المسلمين ماذا يا السلفين؟ السلفين بيشوفوا وأدي أخواننا النظر الصحيحة إنه أول حاجة تصلح المجتمع تبدأ بتصحيح العقيدة عندك أولويات ربما صلى الله عليه وسلم لما رسل معاذ إلى اليمن قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم ليلا يوحد الله الأخوان المسلمين دارين يجمعوا الأحزاب عشان يصلهم للسلطة التراب شاف الموضوع دا زاته طويل فقام أسس الحركة الإسلامية وألف في ذلك كتابه اسمه الحركة الإسلامية المنهج التطور الكسب ووضع للحركة الإسلامية حتى في القبول بتاعه إنه هي حركة مفتوحة لجميع النس وبعد ذلك قام أصليها المسائل بتاعه إنه في الفكر بتاعه إنه هي قائمة على العقل وهو أراد الترابي داري وري إنه الأخوان المسلمين الفي العالم نحن الكيزان بتاعنا السودان دي الأنجح أخوان المسلمين المهم بهذا المنهج الميكافلي وصل إلى حركة إسلامية ثم جاءت جبهة الإنقاذ الوطني والحركة الجبهة القومية للإنقاذ بعد ذلك قاموا بعد ما أشاته الترابي إنقلبوا إلى شنون شعبي ووطني وإنشقوا بيناتهم والوطني إنقلب ليغازي صلاح الدين الإصلاح الآن ومنبر السلام العادل وما أعرف موطمر وطني جنع مين ومين ومين ويدفرتقوا وده حال الحزبيات أصوه وكده فالحركة الإسلامية دي منهجة منهج باطل تقوم على فكرة لإخوان المسلمين فكر حسن البن حتى الترابي ذاته طبعا الترابي دار يقول للناس شوفوني أنا يقول لك المسيح نازم آه المسيح ما نازم هنا هنا عينه هنا أنا البمركو يعني دار يعتبر نفسه إنسان مفكر إسلامي وده الوهماد بتاعته لإخوان المسلمين يقول لك المفكر الإسلامي أها فكر جاب شن؟ قال عذاب قبر ماف طيب عذاب قبر ماف ده ينكر ولا تفكير ده؟ ده ينكر الجديد شنو طيب عذاب قبر ماف الجديد فيشنو؟ بنرقود كده ويصحيونا يتوورونا يوم الغيامة يقول لك فلان قوم آه فيشنو؟ الغيامة قامت شوف موضوع هلأ ده الدين كده؟ أنكر قال انت بتسعى قال بين الصفة والمروة الصفة والمروة قال انت جاي وجاري جاي وجاري قال ده شنو ده قال؟ قال في الصلاة تقول السلام عليكم والسلام عليكم بتسلم على منه وكلام كتير الحاد كتير كلام ده كله قالوا في ندوة في جامعة الخرطوم لما انت يتوري الناس في ناس بيكورك وانت بتكورك ما لك؟ مش قلت انت زول الفكر والعقل أي واحد تبع الترابي لما تتكلمنا في الشيخ آه أذكروا محازم موتاكم بتكورك ما لك؟ حديث ضعيف لو صحيح حديث أحد هاتمشي وين؟ أصبح بنذكر له محازم شفت لو متواتر ذات الترابي ما عنده أي حسن حسنته شنو؟ لا دنيا لا دين لا عمل جيب لنا حسنة ليو ها؟ ياخد لعب ساكت السودانين ده لعندهم حاجة يسمى ورع كاذب ورع كاذب زمان السوداني قولك والله يدال وديل وعملوا وسووا وتركوا أهلا من مات خلاص؟ ولا ده شنو ده يحسبوا شنو؟ ده لعد ده لعد ولذلك يا أخواننا نحن ما عندنا شغل بسياسة ولا ما سياسة نحن موضوعنا أنه زلدنا شر باطل وأفكار أمامات ما دفنوا معه في بر هناك؟ شاء له أفكاره دفنوا معه؟ لو دفنوا معه خلاص نحن نحن نتكلم عنه تاني لكن ما دام أفكاره قادة تاني بنتكلم عنه فلازم الناس تعرف أن الحركة الإسلامية ده منهج منحرف ده بوديك جهنم ولو دارين مناظرة الحمد لله مستعدين صوفي شيوعي كلهم مستعدين لناغشهم والناظر ليه مش لأن يا أخواننا فلهم مننا ولا كده لكن منهج الإسلام منهج واضح منهج واضح ومنهج قوي فهمت؟ ومنهج ما فيه لعب ومنهج ما فيه لولوة فنحن ما بنخجل من ديننا وبنعتز بعقيدتنا وبنقول الكلام ده فيه محلة والله نقوله ليه في أي محلة جيبوني فيه غناة الجزيرة ولا كده ما بقول له يا أخواننا طبعا دي غناة الجزيرة المفروض أتكلم بيقوله شنوه ها بدبلوماسية ولا بقوله شنوه بانتقائية ما أنا بتكلم بحق بأياتها حديث نفعت معاكم ما نفعت معاكم أنا بقولها الحق بس وصية القحطان بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطان ترجمة نانسي قنقر